ختم غربة السلام عليكم هاد نهار سبت 4 مارس 2023 قولوا لي واش عقلتو على ديك المهزلة في اطار سياسة الالهاء ديال الشعب المغربي لدارها وزير الفلاحة والسيد والي جهد سوسمسان منتخابون سيد عاملينزقان وذيك العراسية اللي مشاوا سوق الجملة ديال انزقان للخضر والفواكه ومشاوا وقال لك يطمأنوا ويراقبوا اسعار الخضر والفواكه تما وخصوصا ماطيشا والحكومة كتكلم على ماطيشا الدولة المغربية وقفوها على ماطيشا وبأن رمضان جاي وخاص المواطن المغربي يلقى ماطيشا ويلقى خضر خلال ولكن يتأكسوا على ماطيشا ديك شعلش هاد ماطيشا هاد النهار هي الباطلة ديالنا اليوم ماطيشا كتدير خمسة درام الاخ النوش والناس اللي معاه الحكومة فرحانين الحمد لله رخصنا التامة ديال ماطيشا ولكن كين حواجه اخرى اللي خصنا نعرفها مخطط الأخضر هذا اللي مخطط الأسود اللي جريمة في حق الشعب المغربي اللي كلفات أرقام فلكية من المال العام وهذا المخطط الأخضر اللي كان قال لنا في 2008 أخ النوش اللي كان وزير الفلاحة والصيد البحري والفوق والتحت والسما والأكسيجان وكل شيء وقال لمغاربة بهذا المخطط الأخضر غاد ينحقوا الاكتفاء الداتي من خضر والفواكيه وهذا والمغرب غاد يقول لي بخير وعلى خير وإذا به تلقوا المخطط الأخضر أولا أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء والفلاح المتوسط والفلاح الصغير تتحن وليوم من هذا وزير الفلاحة اللي كان لرئيس الحكومة اليوم ما قدرش يعطيه لا إحاد يلشكونهما الناس اللي يستفدوا من هاد المخطط الأخضر والأموال الملاير والملاير والملاير غاد ينجيو المعطيشة اللي كيتكلم عليها أخ النوش واللي كيتكلم عليها الوزير الفلاحة اللي في الأخر كيبن وزير الفلاحة ما عندوش ما شي صلاحيات ولكن شي حاجة حابسة كين فضغي الأوامير عارف المشاكيل كي ديرا هو كين فضغي الأوامير كتعرفو شتوكا عندنا هنا يا فلسوس شتوكا هي يمكن اللي كتعطي المعطيشة للمغرب كامل صحيح أنه في هاد الوقت ديال البرد ما طيشة كتكون نقصة شي شوية ولكن اللي خبتوا الحكومة أنه اليوم إلي عنا خمسة دراهم باش كتباع خرجنا على الفلاح خرجنا على التصدير ديال الطماطم خرجنا على بزبلي الحواج اللي خبوا علينا هو كيشنو غيديرو هاد العشر سنين ولا خمستاش العام اللي جاية خصة عشر سنين اللي جاية وما طيشة غاد يجي في البرد المغرب لأنه سيدنا رمضان غاد يجي في البرد احنا منضربين على كرشنا هادي الحكومة فين قلصات الشعب المغربي كتعرفوا بأن ماطيشة كتعاني حاليا من واحد الفيروس اللي خاطير ودير خبلة في الزراعة ديال ماطيشة تانيا هاد الناس اللي كيتكلموا على مراقبة الأسعار فبلص ما تتمشوا عند الفلاح وان الفلاح ناجع راجع ليه بلص ما تتمشوا عند الفلاح واش كيشي جيها لقدرات تدوي مع فين عندنا أصل المشكل المحروقات لأن كل شي تابع المحروقات النهار المحروقات كيطلعو كل شي الحياة يعني المعيشة كلها تطلع كيشي واحد يقدر يدوي مع أخ النوش لأن هو الباترون هو البارون هو اللي بغينا ديال المحروقات في المغرب بغينا ولا كرانا وهذا شيء واقع كيشي واحد يقدر يسائل أخ النوش يقول ليه في قادية ديال المحروقات الروسية للمغرب ولا هو كيصدر لبعض دول ما كنتكلمش على المغرب سبحولي شركات مغربية ومن يكن تكلموا على شركات مغربية كنتكلموا على لوبي معين اللي كيشري المحروقات بثمن عادي وكيبيعه بثمن غالي للشعب المغربي يعني صارقة الشعب المغربي وهنا في نبغينا ما نمشيوش عند مول بيسري ونمشيو عند هذا ونحقرو عليه ونبينو الكاميرات والعشرات من الصحفيين والكاميرات راحنا كنقلبو على الأتمينة يك ماشي واحد كيغش يك ماشي واحد سطوكا بططا وقال لك بأنها مصالحاش وخصنا وظروف غير هي ماشي يا دي كل هذا ونحقرو عليه والإعلام العمومي والتليفزيون وكل شيء هيلال بأننا نحنا كنديرو خدمتنا من أجل الشعب المغربي والواقع حاجة أخرى كيشي واحد يقدر يتكلم مع مول المحروق أتى واحد ما يقدر نمشيو دابا الماطيشة واش كتعرفوا بأن غير شتوكا بوحدها فيها حوالي سبعة آلاف هكتار لكلها فيها زراعة ماطيشة وماطيشة فيها جوجل الأنواع كينالا طومات سوغيز هي ديك صغيرة لي حوالي واحد تلت آلاف هكتار كلها كتمشي للكسبور ما كنت سعملوهاش حناية ما كنناكلوش ما كداخلاش في التقاليد ديال كوزينة ديالنا طومات سوغيز يلا تدخل ولكن أغلب يعني تلت آلاف هكتار كتبشي للخاريش كتبقى لنا واحد ربع علاف هكتار اللي هي ماطيشة اللي كنت دايرة اللي كنناكلوه حناية كتعرفوا بأن زراعة ديال ماطيشة هاد ربع علاف هكتار كتوفر عشرين مليون يوم شغل المواطنين كتعرفوا كل هكتار حوالي سبعات ديالناس اللي كيخدم إلا درناها في سبعالاف سنخرجوه تقريبا في واحد الخمسين آلف مواطن اللي يخدم في هاد ماطيشة هادي كتعرفوا السنوات اللي جاية لأنه ما عندناش واحد رؤية لأنه وزارة الفلاحار تكبت جريمة خلال واحد سبعتاشل سنة وهلكات المغرب والفلاح المغربية لمنحية الزراع لمنحية الخضر لمنحية بزاف ديال الحويش هلكاتهم وهلكات الفرشة المائية وكانت العشوائية والسي أخ النوش خدم واحد الحفنة ديال أصدقاء وسياده هم اللي ينتعشوا من هاد شي كامل وصدروا الما ديال المغرب وخرجوا عن المغرب واش كتعرفوه اليوم بأن الفلاحة كلاو كامل للاسا في ماطيشة ويقدروه في السنوات اللي جاي ما يبقوش يزرعوها لأنه ما مخرجاهم واش كتعرفوه بأنه غير واحد الميتة صغير أنا قلت لكم ده بك نتكلم على شحال ديال فرص الشغل وشحال ديال أيام العمل لمفره هاد ماطيشة هادي في غياب واحد الرؤية هاد الناس اللي كي يقولك بأنه الفلاح وبأنه كين سماصرية وهذا راح هما اللي مغلين التامان ديال ماطيشة صحيح سماصرية الشناقة ديرين خبلها ولكن الفلاح وكل عصا الفلاح فيت دابا ولو الفلاحة في شتوكا وتارودانت وهذا كتعرفوه ولو كي كريو لأراضي ديالهم للأجانب كي يجي أجنابي كي كريل هكتار سبعاد المليون ستاد المليون ثمانياد المليون والفلاح كي بشيف حالاته وهذاك الأجنابي اللي كي يزرع كي اكسبورتي سلعا ديالو لأن شركات أجنبية وما غاديش يخليوك تقولي هنت السوق الوطنية ولا شي حاجة الفلاح كتعرفوه عندهم التزامات مع فليكسبور مثلا الدولة الدخلات وقالت الفلاح اللي كتتكسبورتي وماطيشة غنعطيكم عن كوطة ولكن هذك الكوطة جيتي بين نهار وليلة وقلت لهم الكوطة هو عنده التزامات مع انجلاطيرا مع دول أخرين أشنو دارت الدولة لأنه يدخل دوفيز لأنه عنده هذك الالتزامات ولا ما احترمهمش غادي نزلو عليه وهذاك الشي اللي ترى لواحد العدد ديال الفلاحة كتعرفوه دبا مني كنتكلمو على ماطيشة غنعطيكم غير لسير بلاستيك في 2018 الهيكتار كان كيتقام بكتلاتات المليونونس في 2018 2023 ولا الهيكتار كيتقام بكتلات المليونونس الفيلي 2018 كيدير سبعة دراهم وعشرين المتر موربع ولا كيسوى تسعو دراهم ونص المتر موربع كتعرفوه ماطيشة كانت كتقامع للفلاح في 2018 بجوج دراهم ونص الكيلو باش كتقامع للفلاح اليوم كتقامع عليه بين ثلاثة دراهم ونص وربعة دراهم وسبعين فرنك لأن كل شي غلاء الماطيشة غلات لأن الزنغري غلاء لأن الأسميدة لأن كل شي غلاء هاد شي كامل منيجا لأن أولا ما كيش الدعم للفلاح في هاد بعض الأمور كي لطيفية اللي تفرضات على واحد العداد دي الأسميدة لهذا وما كيناش والفلاح ما كي ريكوبرهاش يعني غدة ولا بعد غدة غادي تكون عنا ما عناش الاكتفاء الداتي واللي هو أصلا ما عناش وغا تكون عنا أزمة دي الخضر عنا في المغرب لأن السياسة فاشلة لأن حتى دك شي المكتسبات اللي كان الحسن تاني اللي رح موقف عليها بأن لا ضروري يكون عنا الزرع ضروري يكون عنا الاكتفاء الداتي بزاف دي الخضر والفواكيه بقاش دك شي عنا ولا تلعشوائية ولاو ناس لي واحد البارونات سحب الفلوس سحب الشكرة ندخلو بتتقل ديالهم ومحاول كل شي اليوم شكو لي غا تتكلم على الفلاح لأن كما قلت لكم كان الفلاحة اللي بزاف منهم دارين فيت كان واحد العدد ديال الفلاحة اللي كي يقول لك ما بقيش غندير ماطيش العمج جاي ما غندير هاش وما غنديرش بطاطا وما غنديرش وغندير شي حاجة اللي بخرجاني اللي هما اللي فخوي غوش اللي احنا ما كنستعملوهمش اللي هو غا تيكسبورتهم لبرا شكو لي غا تيعتقدك الفلاح شكو لي غا تتكلم على الفلاح شكو لي غا تتكلم على العامل الزراعي الناس اللي كي يخدموا في الفلاحة وشفتوا الظروف فاش ينقلوهم من اي تملول الى ورغا تشوفوا واحد الفيديو اللي صورت صادم في الفجر وكيدوهم الفيرمات العيالات البنات صغار كوشي واقفين بحل موقف كيتسنو كتجي البيكوب لان مو الضيعة الفلاحية قلموا البيكوب انا خسني عشرين مرة ولا خمستاشر مرة ويكونوا وصحاحات اللي غا تجيو يخدموا كيجي مو البيكوب كيعزل العيالات بحيلا كيعزل الحوالة كيركبهم بحيلا هز الحوالة ولا اي بهمة بدون احترام اي شروط ديال السلامة ولا شحاب اخترقت مع البيكوب تقلبات ماتوا اربعة ماشي الدنب ديال الفلاح ماشي الدنب ديال المول بيكوب لان خرج بيكوب لان الظرفية لزمات عليها تشيبغي يخدم المشكل ديال الدولة اللي ما دعمتش هاد القطاعات الدولة اللي ما عطعتش واحد دعم مثلا المول بيكوب ولا مول الفيرما وقالت ليه لا غادي بلاص ما تخرج بيكوب انا هنعطيك الدعم وغا تخرج ميلي بيوس اللي هو غادي هزلك 19 بلاصة والعيالات غادي قسوم وحترامات وكان احترموا الكرامة ديالهم ودينين الصمطة والسلامة ديالهم كنوصلهم للفيرما احنا هادشي كله العجوائية وغا تشوفوا المعانات ديال هاد العيالات وغا تشوفوا المعانات راها موجود فيديوهات خرين اللي سجلت واللي ماذا كنسجل الفلاح براسه كانتكلم عن الفلاح المتوسط والفلاح الصغير الكبار ما كان دويش عليهم هادوك الكبار هما اللي قادر الغراد في البلاد كيف كل شي فيما مشي تشي ميدان هما اللي قادر الغراد باك صاحبي ولكن اليوم شكو اللي غا تشوفوا عن الفلاح المتوسط اللي عنده ماطيشة اللي عنده بطاطا اللي عنده خضراء وحد اخر وراك نقول لكم العشر سنين اللي جاية راها فضيحة غا تكون هاد ماطيشة اليوم اللي شتوها بخمسة دراهم تقريبا الفلاح بيعه بالخسارة لأن حبسوا تصدير مني حبسوا تصدير كتعرفوا السوق الانجليزي ربعين عام والمغرب كيتضرب باش يصدر ماطيشة دياله السوق الانجليزي اليوم إلاشتو العدد من القنوات الإخبارية الأوروبية كتكلم هما كيتكلموا عن البريكسيت الحسابات اللي عنده مع انجلطيرا بيأنه مقاش عندهم ماطيشة ماطيشة ديال اسبانيا ديال هولندا ديال بلجيكا نوفمبر حتى الافريل برميامي صافي ومن بعد كتدخول ماطيشة وكتدخول الخضرات ديال اسبانيا فهذا الوقت اللي احنا مضاربين مع ماطيشة لأول مرة ماطيشة المصرية دخلت الاسبانيا ودخلت الفرنسا وهي غا تبدأ تغزو هاد الاسواق وهنا يعود تاني تراجعنا الفلح المغربي واشغا يبقى مضارب مع اخ النوش عدد من الفلح المتوسطين لقاوا دي مارشي وحد اخرين عمتوا فين كينين مشوا الموريطانيا موريطانيا كينين اراضي خصبة الفلحة كينين تشجيع ديال الدولة وكيمشي وكيستثمروا كتعرفوا غير الفلح واحد واخد 2500 هكتار في موريطانيا ومساعدهم وغادي يخدهم كتعرفوا فيكين السوق التانية اللي كيمشي لهذا بالبغربة والفلاحة اليد العاملة اللي هي تقنية في الفلاحة جزائر تهي خدمك تقاد وخدمك تشجع وكتعطي الماتيريال واحد النهار غا نفيقوا وغادي يقولوا لنا هذيك الخضرات ديالكم كولوها لأن الجزائر اللي كنا كان حقروها تقوات وليد العاملة المغربية المختصة مشات تم خدمات والمستثمير المغربة مشوه الجزائر المستثمير المغربة مشوه الموريطانيا وخدمو ونتجو ودارو الفلوس وديوه الهنى دارو فييد سياخنوش انتالك تيوازل في لحا 15-16 العام وليشنو خرجتي على المغرب اليوم كنتتكلم على ماطيشا في إطار سياسة الإلهاء ديال الشعب المغربي لأن كل اخترخصة يخرجوا ليه شي حاجة ماطيشا غالية نارية 10 درهم 12 درهم وهذا ونديروا عليها ضجة ونحاولوا نجرها واحد سيمانة عشر أيام ومن بعد نديروا ديك المهزالة ديال غادي بالطبالة والغياطة السوق الجملة للخضر والفواكه ولكن احنا الشعب المغربي انت غدغت بشي في حالتك غدت بشي قاعد تسكن في كندا عندك الحمد لله الأملاك وعندك كل شي وإحنا أنا نبقوا في المشاكل وإحنا غادي نبقوا نضربوا بين رأسنا ورجلينا وكان نقولوا يا ريت كون داك الوقت عقنا وشفنا شي حل هو المهم الله يدير شي تاوي الخير وصافي